طيب المسألة الثالثة الألفاظ أحيانا تكون حمالة أوجه يعني يمكن أن تحمل على معنى صحيح ومقبول وكذلك يمكن أن تحمل على معنى فاسد مردود ولذلك يهمنا أن نعلم هذه الدعوة ممن صدرت ما هي الجهة التي تتبنىها من هم الذين يدندنون حولها ويكثرون من الحديث عنها لأنك تعلم بأن الكلام قد يكون حقا ولكنه إذا صدر من مبطل فإنه يكون لا قيمة لها والشاهد على ذلك قول ربنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله هذا حق لأن الله قال والله يعلم إنك لرسول ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فهنا هذه الدعوة الآن في المقدمة التي تفضلت بها تقول صدرت عن بعض الرؤساء أو عن بعض القادة أو كذا هؤلاء الذين تصدر من هذه الدعوات ما موقفهم من الدين ما عملهم مع الدين ما نصرتهم للدين هل هم مطبقون لأحكامه هل هم حريصون على شعائره هل هم معظمون لشرائعه هل عهد منهم العمل بهذا الدين وتنظيم الحياة الخاصة لهم أو حياة الناس على أساس منه فبالنظر إلى هذه الحيثيات كلها نستطيع أن نحكم هل هذه الدعوة دعوة محقة أو أنها دعوة مبطلة فأقول بأنها حمالة أوجه إذا كان المقصود بتجديد الخطاب الديني أن نجدد الإيمان في القلوب بوسائل العصر ومقتضيات العصر فهذا حق إذا كان المقصود بتجديد الخطاب الديني أن نخاطب الناس باللغة التي يفهمون يعني مثلا الآن أخي أويس لو رجعت إلى كتب الفقه تجد الحديث عن البريد والفرسخ وأن مسافة القصر أربعة برد وفي كل بريد أربعة فراسخ فالمجموعة ستة عشر فرسخا الآن الناس لو كلمتهم بهذا ما يعرفون للبريد ولا الفرسخ بالعكس مشتهر بين الناس قضية الكيلومترات والميل وما أشبه ذلك ومثل هو أيضا لو حدثهم عن الصاع والمد والقفيز والإردب أغلب الناس ما يفقهون هاك لكن يتكلمون بالكيلو بالكيلو جرام وما أشبه ذلك فلذلك أقول إذا كان المقصود بتجديد الخطاب الديني أن نقرب المفاهيم الدينية إلى لغة عصرنا فهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعراب قال له يا رسول الله أمن أنبر صيام في السفر قال له ليس من أنبر صيام في السفر لما جاءوا الصحابي فقال يا محمد بس لنشرح ماذا تعني أنبر هذه البر وإنما كانت لهجة محلية يعني نهجة من لهجات العرب يبدلون اللامميمة أيوة مثلما أن بعضهم يبدلوا العين نونة فيقرأ إنا أنطيناك الكوسر فالأعراب وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم جاوبه بنفس لهجته بنفس لهجته مراعاة للخطاب الملائم لذلك العاصر وأحيانا بنفس صوته يعني ولذلك لما قال ضمام بن سعلب يا محمد فأجابه بنحو من صوت هاء من أجل أن يتألفه لما قال له الصحابة ويلك اخفض صوتك فإنك تخاطب رسول الله قال والله لا أخفض نبي صلى الله عليه وسلم راعى حالة يعني هذا الرجل بأن هذا طبعه يعني يقول الصحابة جاء عربي ثائر الرأس نسمع دوية صوته ولا نفقه ما يقول يعني صوته عال وكذلك لما جاء الرجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني هو أبيض وامرأته بيضاء والغلام جاء أسود الشيطان أسوس له نبي عليه الصلاة والسلام قال لو ألك إبل قال نعم قال ما ألوانها قال صفر قال هل تجذ فيها من أورق يعني أسود قال نعم قال من أين أتاه قال لعله نزعه عرق قال ولعل ولذك نزعه عرق بل القرآن الكريم حين يدل الناس على الربوبية يدلهم على أشياء من البيئة فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت هذه يستوي فيها البدوي والحضري المتعلم والجاهل يستطيع أن ينظر إلى الإبل يتأمل إلى السماء إلى الأرض إلى الجبال ما أحالهم ربنا جل جلاله إلى أمور قد تخفى على اللبيب فأقول تجديد الخطاب الديني إذا كان مقصودا به هذه المعاني فلا شك أنه مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا حتى إلى تجديد الإيمان إن الإيمان لا يخلق في جوف ابن آدم كما يخلق السوب قالوا يا رسول الله فكيف تجديده قال قولوا لا إله إلا الله وأخبرنا أن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد فما جلاؤها يا رسول الله قال ذكر الله وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها تجديد الدين ليس معنى أنه سيأتي بدين جديد وإنما سيحيي من درسه يعني يحيي الدين في القلوب ويعيد التدين إلى الناس ويعيد التدين إلى حياة الناس الشيء الذي طمص واندرس فإنه يعيده السنن التي أميتت فإنه يحييها هذا معنى صحيح ومعنى مقبول وقد قام به علماؤنا في كل زمن نعم